السلام عليكم ورحمة الله مرحبا بكم على قناة سكوزين فاميلي اليوم ان شاء الله نشترك معكم عصير البنان واللوز كيجي الديد 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 بزاف تمنى ان شاء الله هتشربوه وتردو علي الخبار كيف العادة لتحضير هاد العصير هنحتاجو غي حبتين ديل الموز وكيف كتشوفوا معي هنا واحد الكاس ديل اللوز هاد اللوز هادا قشرته زودت له القشرة وبيتولي لك كاملة مرقد في الماء من بعد كنتخلصوا من هادا كل ما اللي بيت مرقد فيه وبالنسبة للشريحة احتى هي نفس الشيء من احسن تطبوها واحد شوية باش تقدروا باش ديكم سهلة في الطحين وسافيدة بغدا نحاول شريحة يعني نقيها نزول منها لكن فيها شي حاجة والبانان احتى هو غدا نقشره ومن بعد نطلقوا ان شاء الله باش نطحنوا هاد المكونات سافي كيف كتشوفوا معي انا دبا نقيت للشريحة كنشوفوا لا فيها شي حاجة من الداخل سافي وغسلناها مزيان والبانان احتى هو بالنسبة اللوز اي لكن يعني روبو دي لكم ما يطحنوش مزيان من احسن تحنوه بوحده بعد اه مع الشريحة وعد اه تحنو اه مع اه البانان هنا غنستعمل تقريبا اه اطرو دي للماء اه الا بغيتو في بلاس الماء يعني تضيفو عصير البرتقال ممكن حتى بعصير البرتقال كي يجي ومليكن تحنو هاد العصير كامل ممكن قسموه على اه جزئين الجزء الاول كتخليو هاكده والجزء الثاني كتزيدو الطحنو فيه شوية دي لالفخيز شوية دي لالفخيز او الباربا سافي ها هو من بعد ما طحنتو زيان غدا نصفيه نصفيه بالنسبة على قبل الوليدات وكل حبيبات صغي ورين دي لالشريحة ما ما كيبغيوهمش من بعد اه تقدروا يعني بالنسبة النكهات تقدروا تزيدو ليه المزهر يعني شوية دي للمزهر هاكدك شي معي يلقى هاكدك دي للمزهر بالنسبة للشريحة الى ما كتعجبكمش ممكن تعاوضوها حتى هي بالتمر سافي كيف ما كتشوفو معيك ان نصفيه وبطبيعة الحال ذاك شي اللي تيبقى من من تخلصوش منو يعني قدروا نستعملوش لان هاد المكونات هادو ممكن نحضرو بهم حتى حتى الديسير الطريقة دي لالديسير غي كن نسخنو واحد شوي كن نخلطو معهم لقا غا 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 اه سافي وكن احترش نهار شاء الله ونشاركها معاكم سافي العاصر كيجي عليها هاتشكل كيجي خاتر ولديد تمنى ان شاء الله تجربوا كيف العداء وتردوا علي الخبار وكنشكركم بزه 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 على التعليق ديالكم وعلى التطبيقات اللي كتبعتوا لي كتفرحني بزه اللي يجازيكم بخير وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه السلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة